الراجل ده دخل البلد في سكة اللي يروح ميرجعش وقعت البلد في ايدين عصابة ووراها شوية مغفلين كل شوية يضحك عليهم وبين العصابة وزبينهم المغفلين بينهم الخوانة اللي مستنينها تقع عشان ينهشوا فيها على حد تعبير المسأل المصري بيقول انبيت ابوك وقع خد لك منه قالب والسؤال بقى وانا آسف ان انا بسأل السؤال ده بواقعية شديدة هل لو بيعنا كل الشركات دي هنحل ازمة مصر الاقتصادية انا بقولك لأ على الاطلاق احنا هنبيع وهنقعد في العراء في الطل السؤال التاني بقى ايه الحل هل الحل بالدعوات الى الله ان الله ليس حدادا لديكم ليصنع السيوف الرسول عليه السلام كان بيشتغل بيجاهد بايده النصر ما بيجيش لواحد كده نايم على صرصر وينه النجاح ما بيجيش لواحد كسول وخامل ولا الخاين يبقى مش بالدعوات هل بالشعل والاغاني وحسين الجسمي ونقعد نغني المصر ويا حبيبتي يا مصر هتتحل ولا بالقروض وبيع البلد وشروط صندوق تتحسن لكن الاكيد ان البلد دي مش ممكن يصلح على المغفلين ولا الخاونة ولا هذا الخسيس دول دمروها تماما او على رأي الشاعر جمال بخيت لما كتب زمان ايام ما كان بيكتب جمال بخيت ايام ما كان ضكر ايام ما كان ضكر في وقت مبارك وكان ضكر في وقت مرسي والنهار دا ما بنسمعش الصوته خالص كتب زمان وقال بموت يا مصر يا متباعة بموت يا مصر يا منهوبة شمسك تسير عكس الساعة والعين على العمى مغصوبة الصفر خيم على زمانكم عروق رئابتك مطلوبة سبتين على عرش فشلهم نايمين على وش عسلهم سرقوا الرغيف والحرية سرقوا السياسة الخارجية قدوا الحرامي بنوك الوز والدولوا مصنع طعم ويلز ودولوا فندق لجلي يهز ودوا الحديد لولاد العز والبرصة محشورة في جيبهم والسد لو كنا نسيبهم بميته وكهربته بكرة هيدخل في نصيبهم نفسي 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 في شيء قبل الجنة